نصائح في رمضان في ذلك الحجر الساحي نصائح في رمضان في ذلك الحجر الساحي نصائح في حجر الساحات و يدرح أن تقوم بمعقامة كما نقول الساحاتي فقط أن يكون الساحاتي و يكون أخطأت ساحاتي و يتضرب بالدو و يتضافي حتى نقوم بمعقامة و يتحقق بالفيروس وغير ماء في مكان آمين لكي لا تقول مصدر الفيروس يكون معايا كما قلنا المعقيم الاخرش الكمامة ديالي عند 4 ديال الساعات لمدة ديالها الخروج كما قلنا ما غادش نكتر منه إلا لكنا مضطرين وداخل البيت لكانوا معانا العائلة ديالنا اللي مريض بالسكار اللي مريض بالضغط اللي كان خافوا عليه وكانت عندي أنا شي كحبة ولا شي رواحوا لهذا من الأفضل أنني نعطيهم مسافة الأمان ما نكونش قريب منهم بالسافة إذا هذه كذلك فرصة باش نديروا الرياضة ديالنا تراوحتها هي جزء من الرياضة ممتاز ذلك عشرة ديال الركعات قيام سجود ممتازة تعتبر من اكتيفيتة فيزيك تعتبر رياضة قبل من الإفطار يمكن ينتحرك 30 دقيقة هذه فرصة كذلك لأقوي علاقاتي في مجتمع مصغر أسرتي أتدرب في هذا المجتمع المصغر هناك لكي يقول لك الخلافات أكثر في هذا الحجر الصحي أنا كنقول فرصة كذلك خاصة في رمضان لفرصة دورة تدريبية مجتمع مصغر نتعلم تعايش لكي نخرج المجتمع الكبير ونكون أكثر تعايشا وأكثر صبرا وأقل توترا كذلك فرصة للتأمل فرصة للتفكر أنا أعجبتني واحد السيدة هي أوروبية اللي قالت إما أوروبية إما إفريقية لا أتذكر ويمدرت واحد الفيديو رائع جدا قالت دابا هناك خالق دار الكون دار له بوز قالت ما دار له ستوب ستوب يعني فناء الكون قالت دار غيب بوز وقف قالت شكون الآن يملك ياخذ هديك تلكموند من يدي الخالق إلا هو سبحانه وتعالى إذا فرصة للتأمل في هذا الخالق سبحانه وتعالى رمضان مع كورونا فرصة للتأمل فرصة لترتيب أولوياتنا نعيد ترتيب أفكارنا لأن القول الجميل في التنمية البشرية التي تقول راقب أفكارك لأن أفكارك ستصبح سلوكا وسلوكك سيحدد مصيرك إذا أعيد راقب أفكارك لأن أفكارك ستصبح سلوكا وسلوكك سيحدد مصيرك إذا كنت طلب الله سبحانه وتعالى الله يرزقنا وإياكم الصيام الإسلامي الراقي الذي أتطب في قمة من قممه اللي يسفق عليه ويرزقنا كذلك صياما بدون توطر بدون غضب بدون إفراط في الأكل أن نحافظ على صحتنا في زمن كورونا بالحجر الصحي وبالكمامات وبالمحلول المعقم وأطلب من الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا جميعا وأن يحفظ دولتنا وأن يرزقنا الصحة والعافية وأن يرفع عنا هذا الوباء وتقبل الله مننا ومنكم صياما وصلاة وذكرا وشكرا جزيلا اشتركوا في القناة